السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الموقع اسمه TOSDR.org هي اختصار Terms of Surface او شروط الاستخدام طبعا احنا اي موقع بروح موافقين على شروط الاستخدام بدون ما نقراها لكن الموقع دوت بتبدأ تحط الموقع اللي انت عايزه وهو يبدأ يقولك اذا كان الموقع دوت بيقدر شارك معلومات مع اخرين او هو بيتسبع الملفات بتاعتك او ملفات الكوكيز اللي بيحطوها بيكون فيها سيئة يعني فيه موقع كثيرة بتبدأ تدور في المعلومات بتاعتك وتقدر انها تستغل اللي انت دخلت على الموقع بتاعتها بانها تاخد معلومات خاصة من عندك وانت بكون دست بموافق بدون تعرف بعملتها انها تشارك المعلومات ديت مع اعلانات وعجازة كده وفيه بعض الموقع بتحتوز بالمعلومات بتاعتك وما بتحذفهاش بعد ما بتخرج من الموقع فهين بتبدأ تشوف مثلا فيسبوك بتبدأ تشوف ايه الامكانيات بتاعته الامازون يعني بيقولك ايه تقدر في اي لحظة مثلا الوكيبيديا تقدر في اي لحظة انها تلغي الحساب بتاعك بدون ابدأ اي اسباب يقدر يتبع المعلومات بتاعتك وهكذا تقدر تشوف ايه الخدمات هل الموقع ده فعلا تقدر انت تعتمد عليه ولا بتجسس عليك وهكذا تقدر تجي هنا وتكتب اسم الموقع اللي انت عايزه وهو طبعا فيه جريد اي جريد بي جريد سي حسب الانتهاجات وحسب الخصوصية اللي هو بيعملها فمسلا بيقولك سيرفيز داز نوت ترك يو بيش بيثبع الناس الزوار غير محتاج ان انت تعمل الريجيستريشن وهكذا تبدأ تشوف ايه النوات اللاسية في الاتفاقية ممكن تلاقي بعض الموقع الاتفاقية مكحفة او انت بشواف عليها او بيدي نفسه لحياف اكتر من اللازم فساعتها ممكن تدور على بديل ترجمة نانسي قنقر